اهدرنا على السي سي اخ بي اذا كنت تفهموا السي سي اخ بي هذه هي 4 فلاكة يستعمل مليون عندما نستعملوهم وماذا نستعملوهم وماذا نستعملوهم والشعرات تتلفت والشعرات تتكسل السي سي اخ بي ترد لكم الروابط او اللي يفتح الشعرات بسم الله بغي تتكسل هذه تعودت لكم ذلك الروابط وماذا نستعملو الى شعرات تتفتت لا ترد لكم الروابط لان تتكسل بسم الله عندكم شعرات تتخف لكم حسب وشكاتهم في الوصفة نحن عليكم لكم يتأبليك شعرات بعد اللي نستعملو بالشعرات يتأبليك ويتملاكسه ونمتده حتى الشعرات لا تتكسلو ونبعد الحرارة ونستعملو بالشعرات وخاصة بالشعر المسبوخ حتى الشعرات تبقى صحية وهو مفي انسوان ليسون ما يستعملش بالليسون ان شاء الله تكون وصلتك الرسالة انتعين فقط على الشعر اللي يتكسل يا حبيبتي اللي عندها سؤال او يعني موضوع حابة نحكي لها عليه تقدر تخليلي كومنتر كما خلتلي الاخت هذي كومنتر في الفيديو اللي حكيت فيها على الكيغاتين والبروتين والبوتوكس والفلاغ والفرق بيناتهم وكيفاش نستعملوهم واللي رحمي سقصو انا من من ولاية تيارت بالضبط مدينة السوقر واللي حابين يتعلموا ويتابعوني اكتر في مجال الحلاقة والتجميل فيكم اتابعوني هنا على تيك توك او على قناتها اليوتيوب اللي هي كوكي بيوتي او على مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام مرحبا بالجميع